داخل هذا المقر مقر المستشارية الألمانية في وسط برلين يدور نقاش حام الآن لاتخاذ قرار حول طلب بولندا السماح لها بإرسال دبابات ليوبرد إلى أوكرانيا هذه الدبابات الألمانية الصنع لا يمكن لأي دولة اشترتها من ألمانيا أن ترسلها من دون إذن من هنا وفيما تتجه أنظار الحلفاء الغربيين إلى هذا المقر على الأقل في الأيام القليلة المقبلة يزداد التشابك بين المستشار ونواب من الحزبين في الاقتلاف الحاكم ونواب أيضا من حزب المعارض الرئيسي الذين يتخذون مكاتب لهم على بعد أمتار قليلة في مقابل مقر المستشارية في هذا المبنى دعوات تصدر من هنا تحث المستشار على اتخاذ قرار سريع بإرسال هذه الدبابات إلى بولندا وتحذير من أنه قد يتسبب بانقسام أوروبا حمل ثقيل على كاهل المستشار الألماني الذي يتخوف من أن تتسبب هذه الدبابات بجر بلاده إلى الحرب حمل ومسؤولية يقول البعض تاريخية أمام ألمانيا والسؤال الذي ينتظر الجميع ردا عليه الآن هل تكون ألمانيا على قدر هذا الحمل أم أنها ستتسبب بالخذلان مرة جديدة